بسم الأب والابن والروح القدس كل سنة وحضرتكم طيبين مشكر قدس أبونا الحبيب قدس أبونا مينا وهي قدس أبونا جيمس على محبتهم والتضاعهم اللي أتحول الفرصة أن أنا أكون موجود معاكم النهاردة وأخذ البركة الموضوع زي ما ذكر قدس أبونا مينا موضوع مهم جدا لحياتنا كلنا كبر وصغيرين وموضوع أساسي يعني محدش يقدر يستغنى عنه هو موضوع النمو الروحي هنتكلم فيه على أربع مرات إذا أحيانا الله فأول مرة دلوقتي هنتكلم عن خطورة عدم النمو وأعراضه يعني إزاي الأعراض اللي تعرفنا أنه فيه عدم النمو بس في الأول أكلمكم مقدم عن النمو النمو ذكر كتير خالص في الكتاب المجدس بس أقول لكم على بعض الشواهد البسيطة اللي تخلينا في الأول نقدر أنه بقى متفقين مع بعض إيه الحاجة اللي احنا هنتكلم عنها بنعمة ربنا في الأول لو الواحد مننا عنده طفل والطفل ده مثلاً ثلاث سنين والواحد غاب عنه كد عشر سنين ورجع لجيه نفس الحجم ونفس الطول ونفس التفكير ده يبقى إيه ده ده تبقى مشكلة كبيرة خالص تبقى مشكلة كبيرة خالص نفس الوضع في كل الكائنات الحية حتى لما بيكون زرع نبات زرع شجرة في الباكيارد ولا حاجة فلو أنا باجل عندي ابني مثلاً ست سنين بعته أولى ابتدائي فرح جاعت كده في المدرسة كد عشر سنين لسه في أولى ابتدائي لسه بيعلمه إزاي واحد اتنين ثلاثة وإزاي بيعلمه ألف بقى ده تبقى مشكلة يعني مشكلة كبيرة خالص طب إيه رأيكم لو واحد لعشر سنين باجي عشيات واجي جداسات ورح اجتمعات ودرس كتاب وأنا هو هو هل بشوف دي زي ما أنا بشوف طفل بعته للمدرسة لو أنا بروح لهونة عشان أعترف اللي بعترف به دلوقتي بعترف به يعني من عشر سنين فات وهي هي نفس الحاجة نفس الخطايا نفس الحاجة وإن كنت بروح أقول له أبونا مثلا كده أه بصلى وإن ألازو الصلاة الشكر المزمورة خمسين ولي يجي عشر سنين على كده أو مثلا بصلى غروب ولا بصلى نوم ونفس الوضع كده مستمر عليه طول الوقت مشكلة كبيرة فزي ما الواحد مننا بينمو جسديا والواحد مننا بينمو في الخبرة أي واحد في شغل يعني بعد فترة سنين من الشغل بتاعه بيبقى عنده خبرة في الشغل بتاعه فعشان كده الكتاب المجدس كلمنا عنها وعشان قلت لكم في الجديس بطرس الرسول ذكر في الرسالة بتاعته ودي عاملينها شعار للمؤتمر المرة دي اللي هي بطرس التانية صحاح ثلاثة بيقول إنمو في النعمة إنمو في النعمة ده شعار للمؤتمر فالجديس بولس الرسول في الرسالة العبرانية نصحة ستة في العدد الأول هجلها لكم بالإنجليش بيقول leaving elementary leaving elementary اعملوا إيه سيبوا ابتدائي سيبوا ابتدائي فعلشان نسيب ابتدائي في ابتدائي بيعلمونا واحد اتنين ثلاثة فأنا هجل لكم بعض الشوات هما واحد اتنين ثلاثة لغاية ستة كتير علينا لغاية ستة؟ لا مش كتير فكرونسس التانية أصحح واحد وكلوسي أصحح اتنين وكرونسس الأولى أصحح ثلاثة أجل لهم مرة تانية ونرجع تاني في الكتاب المجدس اصحح اتنين وعبرانيين خمسة وستة أقول لهم مرتين أقول لهم مرتين أصححنا جاعدين مع بعض يومين فيعني مش هامش ما نبع عملنا بالمشوار أمش هامش غير لما نبع يعني على الأجل عرفناه جلنا تسالونيك التانية واحد وكلوسي وكرونسس الأولى تلاتة ومرقص وآفاسوس أربعة برضو وعبرانيين خمسة وستة بس أنا يعني يعني ايه بالراحة كده أنا خلتكم تقولوا الأعداد المرة الجاية أنا اللي هقول الأعداد وانت اللي تقولوا الشاهد فبيقول ايه في تسالونيك التانية بيقول بولس الرسول بشر أهل تسالونيكي أمنوا بالمسيح ناس كانوا بيعبدوا الأوثان وأمنوا بالمسيح فبعت لهم الرسالة ودي من أوائل رسائل اللي تس بولس الرسول فكتب كده في تسالونيك التانية اللي صحح الأول قال لهم إيمانكم ينمو كثيرا إيمانكم ايه ينمو كثيرا فده مش بيقولها لأهل تسالونيكي بيقولها لكل واحد مننا أنت إيمانك بينمو كثيرا المفروض دلوقت إحنا بنكبر في السن فلينا يعني عشرة مع ربنا وخبرة مع ربنا وعمل في حياتنا حاجات كثيرة بتخلينا نسك فيه أكتر وبنآمن به أكتر فإيماننا بيعمل ايه؟ بينمو إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد إيمانكم بيانمو ومحبتكم بيه؟ بتزداد مرات لما يجرها كده الواحد يصعب عليه إلاجنا لها ده إحنا مرات كثيرة نبتدي بمحبة كبيرة ولما نتعامل مع بعض كثير بتعمل ايه؟ للأسف بتقل المفروض المحبة بتعمل ايه؟ بتزيد الإيمان بينمو والمحبة به بتزيد والمحبة بتزيد دي تسالونيكي الأولى إصحاح ايه؟ تسالونيكي الثانية إصحاح الأول كلوس إصحاح اثنين يتكلم على الكنيسة اللي هي جسد المسيح يقول اللذي منه كل الجسد الكنيسة بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا إحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح بنكون جسد واحد الجسد ده بينمو فابوليس رسل بيقول ينمو نموا من الله ينمو نموا ايه؟ من الله فالنمو في كولوس إصحاح اثنين مش نمو فردي ده نمو ليه نحن كلنا ككنيسة لأن نمو الواحد مننا أي حد مننا يجرب لربنا بيته بينمو والناس اللي بيتعاملوا معاه بينمو الناس المسيحيين الحاجيجيين لما كان حد وسني يتجابل معاهم كانوا بيغيروا منه الوسني ده لو راح يتجابل مع وسني تاني يلاقيه كده هادي وسلوبه لطيف يقول له انت جابلت حد مسيح النهار ده ولا ايه؟ فنمو الواحد مننا ده مش بيكتصر على نفسه ده بيبقى ليه تأثير في كل ايه؟ في كل اخواته مرة أب كاهن بيسأل حد بيقول له ازاي الكنيسة تنمو؟ جاله لما الأب الكاهن وكل الشعب ينمو ينمو كلهم ايه؟ مع بعض في الغرب هنا الموضوع الروحي بيعتمد على individuals على الصفات فردية لكن في الكنيسة الأرثوذكسية النمو نمو ليه؟ للكنيسة كلها تلاقي بيدب الحماس في الكل بيتشجع الكل بيتشجع الكل بيتخلي كده طم تيجي نصلي صلاة غرب ونوم طم تخلينا انه احنا نروح اللي عاشيه النهار ده يا فلان طب ده أحلان الله كتير ما اعترفناش طب ايه رأيك ما نروح نفتقد الواحد مش بيعمل منه لوحده وبس ده بيشجع أخواته اللي هيصلي هيشجع ولاده يصلي والست اللي هتصلي هتاخد بالها ان كان جوزها بيصلي ولا مش بيصلي الراجل اللي بيصلي هيسأل مراته عشان تصلي فنمو الواحد بيأثر في ايه في نمو الاخرين بيقول الجسد كله بينمو نموا من الله الجسد كله بينمو نموا من ايه من الله دي كلوسي اصحاح اتنين كرونسس الاولى اصحاح كام ثلاثة بيقولهم ايه بولس الرسول باعت رسالة الاهل كرونسس اهل كرونسس دي كنيسة كانت صعبة متعبة وعندهم مشاكل كثيرة خالص بس نشكر ربنا ان كان عندهم مشاكل خلوا بولس الرسول يكلمهم علشان يعالج لنا المشاكل على مر الاجيال لان اللي حصل مع اهل كرونسس ممكن ايه يتكرر معانا بيقولهم انا ايها الاخوة شوف بيكلمهم ازاي باللطف انا ايها الاخوة لم استطع ان اكلمكم كروحيين انا مش جادر اكلمكم زي ناس روحيين بل كجسديين اللي انت كنت بتضحك عليه من شوية بيقولهم كاطفال لانه ممكن مسألة النمو الروحي دي مش مسألة السن عندنا في تاريخ الكنيسة الجديس الانبا ميصائيل وصل لدرجة السياحة كان سبعتاشر سنة طمانتاشر سنة الجديس اسناسس الرسولي كاتب اشهر كتبه تيسد الكلمة ما كانش يكمل عشرين سنة بيجي بطرك البعض يقولك على سبعة وعشرين سنة والبعض اللي يقولك لا لا هو على تلاتين يعني تلاتين سنة كان ايه كان بطرك تلاتين سنة كان بطرك فالنمو الروحي ده مش بيتوقف على السن يعني مش بيتوقف على السن يعني ممكن واحد يبقى خمسين ستين سنة ولكن اللي هو في الروحيات لسه ايه لسه طفل لسه طفل انت شوف واحد خمسين ستين سنة تلاقيه ميقدرش يقعد له ساعتين تلاتة في الكنيسة انت ممكن تلاقي طفل يجي يحضر الجمعة الكبيرة من اولها وتلاقي واحد كبير يبعارف الجمعة الكبيرة ده هتخلص هتخلص في الكنيسة الساعة ستة وباروح على الساعة ثلاثة ولا على الساعة اربعة هورا انا اروح برضو من الصبح هجوعد ازاي من الصبح فعشان كده بيقولهم ايها الاخوة انا بكلمكم كجسديين مش جادر اكلمكم كروحيين انا بكلمكم كايه كاطفال انا بكلمكم كاطفال كاطفال في المسيح ويقول لهم عشان كده سقيتكم لابنا لا طعاما انا بديكم ايه بديكم لابنا يعني تعالين بسيطة تعالوا كده نحكي حكايتين تعالوا نتكلم على فضيلة من الفضيل وخلاص تعالوا نحكي عن معجزة كله ده حاجات كويسة بس ده ايه ده لبن للاطفال مش طعام قوي مش طعام قوي يقول سقيتكم لبن لا طعاما ليه بيقول لهم لانكم لم تكونوا تستطيعون ما انت لو جيت جبت طفلك كده مثلا ثلاثة اربع شهور وقلت له يا عايزين انه يكبر بسرعة فادي له سندوتش هامبرجر ايجب في زوره مش علشان الهامبرجر ده في حاجة وحشة لا ده علشان ايه علشان مش جادر فبيقول لهم انا ديتكم لبن لانكم لم تكن تستطيعون لغاية دلوقت في الكنيسة في تعاليم لو جيه حتى هيتكلم فيه كده يقول لك لا 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 ده بيتكلم حاجات مجعلاصة كده خلينا بلاش خلينا احنا على كده طب وانا هفضل لغاية امتى لغاية امتى يعني انا عايز كلمتين بساطهم بيتقالوا كل مرة طب وبعدين يقول لهم سكيتكم لبن الله تعمل لانكم لم تكنوا تستطيعون الاصعب بيقول لهم ايه بل الى الان ايضا لا تستطيعون ما كنتوش بجادرين تحت ده دلوقت برضو مش هكدر اقول لكم على حاجة يعني تخليكم تتقدموا اكتر لانه احنا جسد وروح بنهتم بجسدنا كل واحد مننا بيفطر وبيتغدى وبيتعش وبلبس ولو تعبت جسديا بيتعالج وباخد بالي من جسدي لكن ما نساش ان انا برضو عندي اهم من الجسد عندي ايه عندي روح الروح دي لو ما خدتش الغيزة كل يوم تضعف احنا مرات بنغلط مع نفسنا بنغلط في حاجة نفسنا مش كتير مننا الواحد مننا يقول لك ايه انا عارف الحاجة دي وحشة وبعملها انا عارف ان الحاجة دي كويسة ومش جادر اعملها عايز اصلي مش جادر اصلي لو صليتلي ومرة كده بكسل تلات اربعة مرات انا عارف ان الانجيل ده ضروري بالنسبة لي بس لو جاريت مرة يعني ممكن اقعد بالاسبوع ما اجرأش ومرات حد شاطر كده يقول لك ايه لا لا اصلا بجرأ بالمرة انا اقعد اخلص لي مسأل رسالة من الرسائل اقعد عليها كده اسبوع ده عامل زي واحد كده يقول لك انا مش هاكل تلات اربعة ايام وباجي حط اكلك ترعى السفرة اخلص كل الاكل ده ويكافيني كده وخلاص لا ده انا محتاج الغذى ده غذى ايه غذى يومي العلمة اوريجينوس ليه حاجة ما ارانهاش لأي حد تاني من الاباء بيتكلم على اصحح في السفر العدد اصحح تلاتة وتلاتين تلاتة تلاتة يعني ما تتنسيش الاصححح ده بالعادة الواحد مننا لما يجي يجرى عنده يجلب عليه اول ما يبتدي كده يقول لك ايه بلاش اللي صحح ده ليه لانه في سفر العدد واما لا يتكلم على بلاد شعب اسرائيل اتناجلوا من البلد الفلانية للبلد الفلانية من البلد الفلانية للبلد الفلانية اقول لك طب انا استفدت ايه انا من اتناجلوا من البلد الفلانية للبلد الفلانية فإحنا بنجلب عليه هو جايل عليه عزتين اللي هي مكونة المحاضرة بتاعته عزة رقم 27 للعلام أوروجينوس على سفر العدد إزاي؟ ابتدى بموضوع الطعام دوت فبيقول إيه؟ بيقول ربنا خلى الطعام متنوع للخليقة يعني الخروف ما بيأكلش زي الأسد أول ما الخروف بيتولد ويجبر شوية محدش بيقوله أنت طعامك حشائش يعني حاجة خضرة محدش بيقول للأسد أنت طعامك لحمة هم عارفين كده من نفسهم ففي تنوع في الطعام في الكائنات جالك حتى البشر متنوعين اللي بيأكلوا الطفل ما بيأكلوش إيه؟ الكبير وحتى الكبير اللي بيأكلوا السليم ما بيأكلوش المريض واللي بيأكلوا واحد بيلعب رياضة مش زي الإنسان العادي ففي تنوع في الطعام فالعلمة أوريجينوس بيتكلم في تنوع الطعام ده لأنه هيتكلم عن صحاح 33 ليه؟ بيقول صحاح 33 ده عايز ناس روحيين عايز ناس أصحاء عايز ناس يأكلوا طعام قوي مش ناس عايزة إيه؟ لابا نقول حكايتين وخلاص فجال ليه صحاح 33 ده؟ جال لو عديته البلاد اللي وجب فيها شعب إسرائيل من خروجهم من أرض مصر لدخلهم لأرض الموعد هتلاقوا وكفوا في 42 محطة رقم 42 ده يفكركم بحاجة؟ أول إصحاح في إنجيل معلمنا متى كتاب ميلاد يسوع المسيح إبراهيم ولده إصحاح الأجيال دولة كده؟ 42 14 14 14 فالعلمة أوريجينوس بيقول اللي 42 محطة دي بتمثل محطات حياتنا من الأرض اللي كان عاني السمائية وبيتكلم عنها بتفصيل بك إزاي محطات حياتنا دي؟ أعتقد كل واحد منه يشتاء يعرف إيه المحطات بتاعت حياتنا دي اللي إحنا بنقف فيها فهو عرفها إزاي كانوا بيعرفوا أصل اللغة اللي تكتب بها الكتاب المجدس عبري في العهد الجديم ويونان فيه في العهد الجديد بيعرفوا معاني الكلمات من معاني الأسماء دي بتمثل مراحل حياتنا لأن دي ناس كانت جدة جدا يعني واحد زي العلمة أوريجينوس دي يقول عليه دين تين عارفين يعني إيه الدين تين؟ كان الدين بتاع مدرسة اسكندرية لما كان تينيجر يعني على 18-19 سنة كان هو الدين بتاع مدرسة اسكندرية مدرسة اسكندرية ده كانت أشهر إيه؟ أشهر مدرسة في العالم في الوقت ده؟ يعني العلمة أوريجينوس ده ده اللي متلمز عليه الجديس أورغوريوس صانع العجائب بس كانت ناس جدة ناس جدة عشان كده العلمة أوريجينوس ده الجديس جيروم جال إن العلمة أوريجينوس كتب 3000 كتاب في بعض الباحثين يقول لك لا البعض جال كتب 4000 والبعض جال كتب 6000 لو واحد مننا في البيت عنده كدبتين كتاب يقول لك أنا عندي مكتبة ده هو حسب الجديس جيروم بيقول لك كتب 3000 كتاب يستحيل حد يقدر يكتب كده بس إذا كان راجل غني موظف ستة يمشي وقرأ العلمة أوريجينوس دولة تحت أمرك أنا بديهم أجرتهم دولة تحت أمرك فكان العلمة أوريجينوس عنده العطية والمجدرة من عند ربنا إنه يقدر يملي ست كتب في وقت واحد ده طعام إيه طعام قوي ده طعام قوي فبيتكلم على الطعام فإحنا تكلمنا على تسالونيك التانية اللي صحاح الأول كولوسي صحاح إيه اتنين كورونسس الأولى ثلاثة إنجيل معلمنا مرقص صحاح أربع إيه اللي في نجيل معلمنا مرقص صحاح أربع فيه مثل ذكروا رب المجد مش موجود في أي بشارة تانية غير معلمنا مرقص يقول الحياة الروحية مالكوت الساموات ده بيشبه نبات النبات ده بينمو قليلا قليلا يعني النمو الروحي ده جراد ولي مفيش أم يعني ابنها ينام بالليل كده فتصحى الصبح تلاقي رأسه كبرت كده فتفرح به يعني تقول لك الولد نمأ لأ ده بيانمو ايه قليلا قليلا يعني مش قفزات ده مجهود مرات واحد من ولادنا كده يبقى جدام عنا طول الوقت فمش واخدين بيننا أنه بيجبر حد يغيب عنه ست سبع شهور يرجع يقول الولده جبر يقول مش واخدين بيننا يقول لا لا احنا ما كناها شايفينه فالإنسان برضه تغيب عنه كد سانة ولا حاجة ترجع تلاقي لا ده حياته ده غيرت ده بينمو فينمو ايه قليلا قليلا ينمو قليلا قليلا بيقول نهارا وليلا البزار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف حد فينا كده بيروح الباك يارد بيعرف ان الشجرة ده كبرت ازاي حاجة من عند ربنا تديها بس الغزة فتاح وهي تانمو وتدي زهر وتدي ثمر فبيقول رب المجد بيقول انه في الاول بيبقى نباتا وبعد كده سنبلا وبعد كده قمحا ثم قمحا يعطي ثمر ثلاثين وستين وإه ومئة ثلاثين وستين ومئة زي في الارض الحجرية ينمو سريعا كده بس الشمس تخليه يجف ففيه مثل عن النمو في انجيل معلمنا مرقص اصحاح كام اصحاح اربعة اصحاح اربعة وفي افاسوس اصحاح كام اربعة برد فافاسوس بيقول ايه اللازي منه ما انا هجل لكم برضو على شبه فيه رسالة افاسوس بس جنة من شوية رسالة كلوسي لو حد فيكم هيجي يقرأ يلاقي شبه كبير بالرسالة افاسوس ورسالة كلوسي لان الاتنين مكتوبين لكنايس كانوا جريبين من بعض في المكان ومكتوبين من نفس المكان مكتوبين في السجن بولس الرسول كان مسجون فافاسوس الموضوع الاساسي بتاعها الكنيسة جسد المسيح رسالة كلوسي المسيح رأس الكنيسة ففيه شبه ما بين الاتنين المسيح رأس الكنيسة ففي رسالة افاسوس يقولها لازمينه كل الجسد مرقبا معنا ومقترنا بمؤاذرة كل مفصل عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد نمو الجسد لبنيانه في المحب يحصل نمو الجسد لبنيانه فيه لبنيانه في المحبة فالجسد كل ينمو اللي هو الكنيسة يبقى جاعد عبرانيين ايه عبرانيين خمسة وستة فعبرانيين خمسة بيقول لهم زي مجال اهل كورنسوس الجديس بوليس رسول يقول لو واحد يعني في السنوية كده ولا راح كلية وسبوه كده في الكلية بتاعته كده عشر سنين برد الكلية ده يخرج منها ايه اقول لك ده استاذ ده معيد ده يعلم ده مدرس دلوقت لانه ليه وقت طويل وده اللي بيحصل مع أولادنا في المدارس وانتو بتبعتوا ابنكم في المدرس معرفش ألف بي بتسيبوا كده سابع تامن سنين يقول لك عليها جابره هندسه طب وانت عرفت جابره هندسه يقول لك انا هدرس اصلا بادرس تاريخ انا بادرس علوهم بيقولوا طب عرفت يقول اهما هو ليه انت سايبينه كده اللي هي فترة في المدرسة فبيتعلم الكنيسة المفروض كده برضو نفس الوقت تسيبوا الواحد فيها فترة تبص تلاقيه هو بيجي ايه بيجي معلم فبوليس الرسول بيقول لهم كده الاهل العبرانيين بيقول لهم لأنكم إذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين لسبب طول الزمان لسبب طول الزمان ينبغي ان تكونوا ايه لا ده انا لغاية دلوقت مورد انتحد يجي سألنا على حاجة يقول لا اصلا انا ملياش في الحاجة دي اصلا انا مش فهمها كويس لا 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 اشوف حد تاني يكون يقول لسبب طول الزمان كان ينبغي ان تكونوا ايه معلمين معلمين مش مجرد في المعلومات والمعرفة بس حتى في حياتنا الروحية يعني احنا ليه نكده الشيطان بيحاربنا طول عمرنا طول عمرنا فالمفروض عندنا خبرة هو بيحاربنا ازاي بيضحك علي ازاي بيخدعني ازاي ايه الكذب بتاعه يعني المفروض لو لو ضحك علي مرة تاني مرة يلاقيين ايه يلاقيين انتبهت له اخدت بالي ليه هو بيعمل ده 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 يكرر اللي بيعمله ده معي قبل كده فانا منتبه له لا انا عارف انه كذب ما كذب علي قبل كده فكان لسبب طول الزمان تكونوا ايه معلمين ويقول لهم لكن تحتاجون ان يعلمكم احد لغاية دلوقت كان واجب انكم تكونوا معلمين لكن انتم لغاية دلوقت محتاجين ان يعلمكم احد يعلمكم ايه ما هي اركان بداية اقوال الله يعلمكم معي ما هي اركان بداية اقوال الله وصرتم محتاجين الى اللبن لا الى طعام قوي يرجع تانى الموضوع ايه اللبن لا طعام قوي ويقول لهم كده لان كل من يتناول اللبن اه دي خطورة عدم النبو تقول ليا طب ما يعني ها نعيش على اللبن كطعام روحي وخلاص يقول لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر ما عندوش اكسبير ينس ما يعرفش يميز نحن لغاية دلوقت في كنيسنا تلاقي ناس طول عمرها بتيجي الكنيسة وبتحضروا ناس ارثوذوكسي تمام ولو كان يروح يجعد جدام التلفزيون ويسمع وعظة كده بتتكلم مثلا على حاجات مش مش خاصة بالعقيدة خالص ولا من الكتاب المجدس اللي تعلم من الكنيسة تلاقيه مش وراها وتيجي تكلموا كده يقول ليه 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 بتعمل كده ده انت راجل ارثوذوكسي صميم طول عمرك مزروع في الكنيسة يقول اه كله من الانجيل هما بيقولوا حاجة ايه الكنيسة ما بتعلمناش كده انا اقول لكم على حاجة كان عندنا في بيكريس فيلد مكتبة بوكستور بتاعت حاجات مساحية مسمينها بيريانز انا كان عاجبني فيها اكتر موضوع الاسم بتاعها اللي هي اه بيريانز سمعتوا على بيريانز دي قبل كده ده كتاب مجدس ايه البيريانز دي دي موجودة في اعمال الرسل صحاح 17 عدد 11 ايه دي بوليس الرسول جالك لما سابت اسألونيكي وجاب لما يروح كورنسس وآسن راح بلد اسمها بيريه اهل بيريه دي لا اسمهم بيريانز احنا عايزين نتعلم منهم اللي لا دي اهل بيريه دول ليه في عدد واحد ايه اعمال الرسل جديس اللي اوجا كتب عنهم خمس صفات رائعة جالك اهل بيريه دولة كانوا اشرف الكلمة بالعربي الترجمة بالعربي ضعيفة لكن بالانجليش دولة fair minded ناس مخها ايه مخها متفتح دي ناس مخها كبير بيقارنهم بأهل تسالونيكي فجالك دولة ناس كانوا fair ايه minded تاني صفة received the word of god قابلوا كلمة الله وكانوا بيبحثوا searching scripture يعني بولوس الرسول يقولهم ايه يكلموا عن المسيح يقولهم ده مكتوب عنه في العهد الجديم كذا وكذا 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 يسمعوا بولوس الرسول والكلام اللي جاله لهم يروحوا يعملوا ايه يدوروا عليه في البيت الكلام اللي بيقول هن ده مظبوط ولا مش مظبوط يلاقوا ايه مظبوط searching scriptures daily كل ايه دولة مش studying بس دولة searching searching scriptures daily ويقول diligently بكل نشاط ناس من الفين سنة كان fair minded جبلوا كل مطلع بيبحثوا في المكتوب في كل يوم وبكل ايه وبكل نشاط مرة واحد من الابا جال لما ابتدت ان انا يعني ابتدت مسألة الرهبان والكهنوت وكذا جال لك وابتدت ان انا اطلع على الكتاب نجدس جال كنت باجعت كده اجرى عارفين اللامبة الفرنجي دي اللامبة الجاز باجعت كده على اللامبة الجاز دي لغاية اثنين ثلاثة الصفح يقول اللي يشوفني كده وانا جاعد على الطابلية وانا وجدامي الكتاب المجدس والكتب مفتوحة جدامي يقول لك ده عندهم تحان سنوية عامة بكرة فاهل بير ايه كانوا بيعملوا كده اهل بير ايه يا عمام بيعملوا بكل النشاط فبيقول اللي من يتناول لبن هو عدم الخبرة في كلام البر لانه طفل فعارفين اللي بيسمع الوعزة دي وبيمش وراها اي وعزة بيسمعها حتى لو ما كانش تتابع تعليم الكنيسة اقول لك لانه طفل الطفل تقول له شر اي شر اي شر اي غرب اي غرب بوليس الرسول بيقول في رسالة أفاس لا تكونوا كأطفال محمولين بكل ريح تعليم ده حتى مش تعليم ده ايه ده ريح التعليم بس وبتحملكم بتنجلكم من مكان لمكان لا تكونوا كأطفال محمولين بكل ريح تعليم عبرانيين اصحح كم ستة كمان ستة قلتلكم العدد الاول بيقول ايه قلتلكم كلمتين بالانجليش كده ليفنج إليمنتري ليفنج إليمنتري احنا عايزين ليفنج إليمنتري نسيب ابتدائي انا بقولها النفس ان الغيتم تعمل كده ده انا محتاج ان انا اتعمك رب المجد جال للتلاميذ جاله ادخل للعمك ولك الشبك يقول على البيت اللي تبانى على الصخر بيقول لك حفر وإيه في لوكا ستة لوكا ستة بيقول لك حفر وعمك ووضع أساس حفر وعمك ووضع أساس ففي الصحة ستة في العبرانيين بيقول لها ولذلك ونحن تاركون كلام بداية المسيح نتقدم إلى الكمال غير وضعين أيضا أساس التوبة بس بيقول في عدد اتنين كلمة مهمة جدا النمو الروحي شبه تقول لكم بالنمو بتاع الطفل والنبات بس النمو الروحي مختلف عن كله ده في حاجة واحدة انه مرات الطفل ده بتديه الغزا بانمو اوتوماتيك ولا نبات لأ النمو الروحي لا محتاج determination محتاج تصميم أنا عايز ايه أنا عايز بنعمة ربني أنمو كنت بروح الكنيسة مجرد وقت قليل كده لا 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 ده يتغير كنتش هم مجرأ أما صلي الأجبة هصلي كنتش مواظب على جرية الإنجيل هواظب كنتش بابتدي الصوم من أول و لا هبتدي كنتش بصوم انقطاع لا هصوم الآية هجولها لكم و مش هننسيها يقول وهذا سنفعله إن آزن الله بإذن الله هنعمل جدا هذا سنفعله إن آزن الله هجولهم العدد اللي بعديه هذا سنفعله إن آزن الله بإذن الله هنعمل كده عشان كده حباتي أقول لكم المقدمة بتاعة النمو ده علشان يبقى كل حد مننا وهو جاعد في بيط الله دلوقت يقول بينهم وبين نفسه بإذن الله إيه هعمل كده يعني يبقى الأباء سايبين الكنيسة وسايبين الشعب و جايبين الريتريت و جاعدين معنا و منفضين نفسهم وسايبين بيوتهم و يقول لك و إحنا هنيجي هنا كده لأ ده إحنا زي ما يكون كل واحد مننا راحمه و تمر يقول لك أنا لازم بإذن ربنا يعني هيسندني بنعمته و هنعمل إيه؟ و لازم هنعمل كده وهذا سنفعله إن آزنا الله وهذا سنفعله إن آزنا الله فعرفت أن النمو جراد ولي وعرفت النمو مش أوتوماتيك جراد ولي يعني مش بكرة هلاجه كل الأمور يتغيرت بس مصمم بس مصمم و هبتدي إن أنا إيه؟ جادة باجا الحياة الروحية حياة جادة أكتر من شغل أكتر من أي حاجة تانية أي حاجة تانية مجدورة عليها لك الحياة الروحية ده مرتبطة بحياة أبدية يعني أنا ممكن مثلا في امتحانات عشان شغل ولا بتاع لو ما عدتش نعد المرة اللي جاية لكن ده لو ما عدتش مش هاخد الشغل ده أنا هروح جهنم أه يعني محتاجة حياة جادة حياة جادة هذا سنفعله أنا أعزان الله فحياة الروحية حياة جادة جدا ما انت عارفين العلمة الرجانس لأنا كلمتكم عنه ده بابا شهيد وهو من محبته الرب كان طالع عشان يستشهد مع بابا مامته خبت الملابس بتاعته يقول لك إنه كان بيتأجر في اسكندرية مكتبات عشان يجراها فجالك كان بيجرى هو بيأكل وبيجرى هو ماشي وبيجرى وهو جاعد وبيجرى هو في البيت ويجرى هو بره بيجرى على طول وناس كانوا يعني إحنا دلوقت الأمور متاحة لنا خالص الأمور متاحة لنا خالص ده الواحد فينا لو رح على جوجل عايزة أي كلمة في كده مجدس يروح هما كان الجوجل ده هنا فناس جدين ناس جدين أنا مرة ما كنت بخدم في السعيد ما عرفش حتى ذكرتها لكم لو ما كنت باجي لكم في البيبل أستاذ ولا لا كنت في السعيد وراح أزور أسرة فراحوا جابوا لي مخطوطة هما ناس بوسطة ناس فلاحين وناس بوسطة بس إيه بيحبوا ربنا وحد راح من البيت كده جاب لي مخطوطة بتاعة إبصال مضيق بتاعة تسبح مكتوبة بخط الإيد بس مكتوبة تحفى جميلة خالص ألوان من زمان والحاجات الإبطي مثلا لو فيه كلمة بتبتدي مثلا في أول الصفحة كده بالألفة تبقى مرسومة وزة ولا حاجة يعني إيه حاجة جميلة خالص فعجبتنا خالص فقلت للراجل إيه طب ما يرت الدهنة أخوتها كده نحطها في الكنيسة تستفيد منها الأجيال اللي جاية بدل ما تجعد في بيت ومحدش فقلنا لا ده جدي باع فيها بقرة عشان يقتاني الإبصال المدية دي عمل إيه باع بقرة أما هو كانت الكتاب المجدس كده مش كل واحد عنده مخطوطة للكتاب المجدس جاب للطبعة ده الجديس الأنباشنود رئيس المتوحدين كان عنده 1800 راهب فما يقدرش يوفر لكل رهب كتاب مجدس فكان يعمل إيه ما بيغلبوش الأجباط يخلي كل واحد يحفظ صفر من الأسفار ويروح يزوروا بعض بدل ما نحكي يعمل إيه يسمع الصفر بتاعه فده راح زر واحد فالتاني يروح يعمل إيه يردل له الزيارة فيروح يسمع له إيه الصفر بتاعه وأنباشنودة يدور حوالين المغارات بتاعتهم ما دولة متوحدين يدور حوالين المغارات بتاعتهم كده يشوفهم بيحقوا ولا بيه أه ولما ربنا بيشوف كده بيقولك واحد منهم كان عليه 052 أصحا كان عليه أرمي وهو أما يقول أرمي ده لما بيشتغلوا يعني في اليوم الطبيعة فتاحهم بيعمل إيه بيشتغلوا فهو بيقوله نام فليجي أرمي النبي بيكمل أمباشنودة شاف أرمي النبي بيكمل لأنه ربنا لما بيشوف محبتنا ليه واشتياغنا ناحيته هو بيعمل إيه بيسندنا بإذن الله هو هيساعدنا عشان نعمل كده أول ما يلاجي بس الرغبة في داخل الوقاح موضوع النموه ده موضوع مهم ألا مش مهم موضوع مهم جدا جلتلكم على كام شاهد ستة تسالونيك التانية وبعدها كولوسس هاتنين كورنسس الأولى ثلاثة مرقص أربعة أفاسوس أربعة وخمسة وستة فين وخمسة وستة في العبرانيين طيب إيه خطورة عدم النموه بجاه لو الواحد ما نماش يقول في كورنسس الأولى ثلاثة يقول لهم لأنكم بعد جسديون جسديون الكلمة بالإنجليش يقول كارنال ده عايش له عايش للجسد عايش للجسد شاغلني جوي أكل إيه وأشرب إيه وألبس إيه وأسكن فيه وعربية إيه لأنكم بعد إيه جسديون الكلمة صعبة لما تقول لها الحد بالإنجليش ده يقوله ده كارنال يعني عايش للجسد لأنكم بعد جسديون إيه اللي ما بينموش روحيا يبقى واخد باله من إيه من الجسد بس واخد باله من الجسد بس ليه ليه لأن إحنا مرات بتشغلنا يعني الحاجة اللي بشوفها بعيني الحاجة التانجبل الحاجة الملموسة الحاجة المادية الحاجة للنهاردة الحاجة الزمنية بتشغلني أكتر من الحاجة الغير مرئية بتشغلني أكتر من الحاجة الأبدية بتشغلني أكتر من الحاجة الروحية بتشغلني أكتر من الحاجة الغير الفاسدة مرة بقول في كنيسة بقول لهم إيه رايكم لو قلنا كده اللي هيجي بكرة الجداس من الأول الساعة 8 الصبح هياخد آيباد هتلاقي طابور هنا برا الباب منتظرين قبل ما بتسابهنا مين يجي يبقى بلاك فرائدية مش الناس بتبيت مش الناس بتبيت علشان يروح يجيب له تلفزيون ولا كمبيوتر ولا حاجة طب قل وقاسف مش عشان أقارن ولا حاجة لأنه لا يصح المقارن طب قل واحد بكرة لو جيت بدري هتاخد جسد المسيح ودمه ده الحاجة اللي تقارن لأنكم اشتريتم لها بأشياء تفنق لكن أنا شغلنا الأشياء اللي بتفنق عارف إنها بتفنق وعارف إنها بتسوس وعارف إنها بتصدي وعارف إنها بتتسرق لكن هي ده اللي شغلها الحاجة اللي أنا هفوتها هتركها التراب شغلنا عن الحاجة إيه؟ شغلنا عن الحاجة الروحية عشان كده بيقول لهم إيه؟ لأنكم إيه؟ بعد جسديون كارنل فإنه سفيكم إيه خطورة عدم النمو بتخليها اللي عندنا حسد حسد بقول لسي رسول بيقول كده حسد أنا روح وبص لإخواتي وفلان جاب وفلان اشترى وفلان أخد وظيفة كذا وبتاع ده إحنا جسديين ده مفروض أفرح له أتبسط علشانه لأنه فإنه إسفيكم حسد وخصام ده أنا بروح الكنيسة لو واحد بس يعني سلم علي وكان هو حاجة من ده يجاه بينه وبن نفسه حتى بس سلم علي يعني سلام غير كل مرة مش طب تبقى زعلة بالنسبة لي ده مدنيش وش أنا ما كلمنيش كويس أنا مش رايح الكنيسة دي لي بس لا ده أنا بيدايجوني بتجابل مع حد يقول لها حسد كل إنسان اللي بينمر روحيا ده بالعكس ده بيبقى تدريب له روحي تقول له سامح فلان يقول لها أنا سامح لا ما أقدرش أسامحه تقدرش تسامحه أقول لها أنا لو مش جادرة سامحي يبقى زي هطلب سامح من الله أنا زي إنسان روحي لو أنا اللي بيعاملني كويس بعمله كويس بس اللي عاملني بوحش بعمله وحش يبقى فرقة إيه عن أي حد مش روحي ده مسألة إن أنا سامحي يعني معناها إنه إيه في الأول معناها إنه غلط لي بس أنا مش بجدر مرة آة أريت عن الراهب كان مغلوب من الغضب وكان ماله يتضرع لربنا بالدموع علشان يساعده ان يتخلص منه فمرة راكع جدام ايه كنت المسيحي بقول لي يا رب تساعده انه يتخلص من الغد وبعد ما صلى صلاة عميقة كده وبدموع خرج فجاب الواحد وكان بطبعه هادي ولكن ما اعرفش ايه اللي حصل المرة دي خلتنا ارفاز عليها فجري على الايكونة بسرعة جال لي يا رب ما كملتش نص ساعة اماله تضرع ليك علشان ايه تساعدني ان انا اخلص من ايه من الغضب فرد عليها من المسيح من الايكونة جال لي يا ابني ما انا سمعتك عشان كده اديتك انك تبراكتس انا اديتك انك تعمل ايه تتدرب اصلا انا بفكر ان يا رب خلصنا من الغضب يعني تبعد عني كل الاسباب اللي تخليني ايه لا هي مش هتحصل كده دي الاسباب هتبه موجودة بس انا اللي ايه انا اللي هتغير انا اللي مش هغضب فانا قلتلكم على حاجة مهمة جدا دلوقت جالها بولئس الرسول في رسالة فليببي ان انا اتدرب تبراكتس لو حد عايز ابنه ولا بنته يدخل رياضة كده الالومبياد ده بيروحوا ويقولك الالومبياد الشهر اللي جاي يبعتوه ده تدريب وتدريب باصرار ده بيقيسه وبيتجده مكده لسه بنت بتحكيلي من الاسبوع اللي فاته وبالدموع كده جاي تقصى ما وصلتش للارقام اللي هم عايزين انا اوصلها في حاجة معينة فتدربت انا اجوع وانا استفضل فيجول لو كان فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسدين وتسلكون بحسب البشر امال يعني يا جدس بوليس الرسول انت مش عايزنا نسلك حسب البشر وقل لما انتو فيكم روح الله انتو ارتفعتم في حياتكم الروحية فاعراض عدم النمو بتخلي الانسان ما عندوش خبرة مش عارف يميز يقول اصارت لهم الحواس ايه مدربة حواس الانسان عينه ودنه ايديه بقه ده حواس ايه مدربة للتمييز بين الخير والشر بين اللي ينفع واللي يضر بين الحاجة الكويسة والحاجة اللي مش كويسة اصارت لهم الحواس ايه مدربة ايه للتمييز التمييز على فكرة ده اعلى درجات الحكمة بالانجليش يقول لك discernment يعني حاجة من الوزدم discernment الاباء يقول لك عليها الافراز اصارت لهم الحواس ايه مدربة فعشان كده تلاقي الانسان الروحي اللي عنده نمو روحي يشوف الحاجة الفلانية كده يقول لك لا ده طريق ما تمشيش فيه يقول له عرفت ازاي ده حواس مدربة ده حواس مدربة انا الجلسة دي لو كملت فيها هغلط حواس مدربة جتوبة للرجل اللي يسلك طريقة الخطاة ومجلس المستهزئين لا امانا ده مش مش انفع اصارت لهم الحواس المدربة والتدميز بين الخير والشر ده الانسان اللي بيانمو روحيا ده الانسان اللي بيانمو روحيا ومن اعراض عدم النمو عدم الاحتمال اجل حاجة تخلي الانسان يتقمص ويزعل تبقى اهل البيت وجل حاجة تخليهم يزعلهم وفي التصرف فمحتاج الانسان ينمو روحيا علشان يقدر يبعد عن كل الحاجات اللي هي لما هنكمل بكرة بنعمة ربنا مع بعض ونتكلم عن بكرة عن المعطلات بتاعت النمو روح طبيعا اللي بيعطلنا طبيعا اللي بيخلينا ما ننموش كده زي ابقنا الجديسين اللي كانوا بينمو زي اجدادنا ايه اللي ده الواحد شاف ناس بوسطة يعني اخر حاجة عشان طولت عليكم شاف ناس بوسطة ولكن كانوا متدربين متدربين كويس انا فيه حكاية معرفش حتى برضو زكرتها لكم الله لما كنت في الصعيد كنت اول مرة وانا في كاهن اصلي صوم يونان فكنا بنصلي صوم يونان ده الجداسات بتخرج ايه متأخرة فانا خلصنا الجداس متأخر كده فالجيت الكنيسة مليانة ستات بعدو ما الجداء وزعنا عليهم نجموة البركة وكلها خير جالولي عايزين نعترف فقلت لهم مش بعدو ما نفطر جالولي لا احنا بنفطر تالت يوم اتكسفت اعمل ايه باجا مش هقول له اروح افطر الناس بتفطر تالت يوم جعت انا واجه اخذ اعترفات وكانش فيه تلفونات ولا حاجة فما اتصلتش بتأصوني جاعدة منتظران لغاية بالليرة واحت باللين فبتقول لي فين يعني اتأخرت ما جيتش عشان تفطر قلت لها كنت باخد اعترفات جيت لي طب مش تخلي الناس يفطر وطب وانت يتيجي تفطر قلت لها لا ده بيفطر تالت يوم بس دولا عاملين ايه مش بتحصل كده في يوم وليلة تطلع في بقى لهم ده ناس بتبقى ايه متدربة ناس بتبقى متدربة فالنمو والروح ايه ده حاجة اساسية حاجة ضرورية والتدريب ده ما تستغربه استدجوني اي حد من ولادنا كده وييجي هو مثلا طلع تنيجر ولا حاجة وييجي مثلا هيرفع حاجة حديد ولا حاجة هيروح جم ولا حاجة تلاقيه لو جابه لحاجة مش بيقدر ولكن تسيبه كده مدة سنة وتلاقي مش عارف عضلاته عملت ازاي وتديله لحاجة اللي ما كانش بيرفعها جابلة كده تلاقيه بسيطة بالنسبة له لان عمل ايه عمل تدريب عمل تدريب فاي حاجة الواحد بيعملها في حياتنا الروحية كده بس الواحد بيحطها في باله الواحد بيحطها في باله مرات كتير الناس تتجابل معي كده ويقولك بحاجات خاصة بالكتاب مجدس ويقولك اصلا مش بفهم كتير ويقولك يا عم مش بتفهم كتير هو اصعب من الكيميا ولا الفيزياء اللي انت درستها جابلة كده بس عشان الكيميا والفيزياء كنت بتديها وقت وكنت بتدور علشان اللي اشرحلك لكن دلوقت انت عايزي الكتاب مجدس بيفكره كده ولا الحياة الروحية ده كده حتى يدهني بالمعلقة وانا حطت رجل على رجل ومستريح فيش حاجة لازم تعرفوا ان النمو الروحي ده لا ليه تمن ليه تمن ليه تضحي لازم اسيب حاجات علشان اقدرك تاني حاجات للأسف انا مرات بعايز ايه انا ربنا مديني ايدين عايز امسك بايدي السماء وامسك بايدي الارض ما ينفعش اقول له سيب الانت ماسكه ده في الاول علشان تقدر ترتفع ما دمع الطلق دمع الطلق ربنا يبارك حياتنا جميعا الالهنا كلما جدام لابد امين